لايف قطع عايزة اكمل مع حضراتكم اللي كنا بنقوله بعد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كنت بقول لحضراتكم ان الائمة التلاتة المالكية والشافعية والحنابلة على ان زكاة المال تخرج حبوب كعادة الامة في فترات كثيرة من تاريخ الامة لكن الاحناف ليهم رأي ان ممكن يطلع مكان الحبوب دي مقدار الحبوب ده مقدار الصع ده يطلع مكانه فلوس وكنت بقول لحضراتكم ان في حاجة كبيرة جدا عندنا ومهمة جدا وهي سبب قرب الناس من الدين او بعضهم اسمها فقه الواقع الفقيه اللي متأسس ومتعلم عنده فقه الشريعة اقوال الائمة ورؤيته لمعنى الشريعة وروح الشريعة اسمه فقه الشريعة وعنده حاجة كبيرة واسمها فقه النفس او فقه الواقع كيف ينزل الاحكام الشرعية على واقع الناس بحيث يبقى الدين مناسب وبيحقق النفع للخلق وكلما كان الفقيه متعلم ومتأسس وعنده مشايخ واسدة كلما كان عنده الاستطاعة يديك الفتوى والرأي بما يتناسب مع واقعك ولا يخل بالشريعة عشان كده استقرت الفتوى في دور افتاء كتيرة ومنها دار الافتاء المصرية على جواز اخراج زكاة المال فلوس مش حبوب عايز تطلعها حبوب انت مع قول كثير من العلماء عايز تطلعها فلوس كما افتت دار الافتاء بفتوى مذهب معتمد مذهب الحنفي انا شخصيا اطلعها فلوس لان انا شايف زي ما دار الافتاء قالت ده انفع للمحتاج ياخد الفلوس يشتري بيها الانسب لي ممكن يكون محتاج الحبوب اللي انا كنت بفكر مثلا اطلعها بشكر جدا جدا ربنا يتقبل منكم بلاش نختلف على السوشيل ميديا يا شباب ويا بنات نطلع ازا كاعمل ازا كاعمل ازا كاعمل ايوم نختلف ونلاقي كلام كتير ندور على الجهة المتخصصة اسن الظهرك وانت متطمن على دار الافتاء المصرية او دار الافتاء ايا كانت بلدك يعني ربنا يكلمكم متشاكل جدا على كل واحد يتفرج على حائر وشجعنا متشاكل جدا على كل واحد بعد اسئلة هنا بعد كل لايف عندي بنك كبير من اسئلتكم قربتني منكم جدا واشعرتني اكتر باحتياجاتكم وان شاء الله البنك ده انا لازم استثمره في الفترة اللي جاية في شكل البرامج وشكل اللايف اللي هطلع فيه باذن الله وطلع على حضرتكم بعد اذن ربنا سبحانه وتعالى كل عام وانتم اقرب الى الله اللهم اجعل هذا العام وهذا العيد مليء بالسكينة والراحة والطمأنينة والارزاق الواسعة والشفاء وتيسير العسير وفتح الابواب المغلقة والاعانة والمدد منك يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على رحم المساكين شوفكم قريب ان شاء الله كل سنة انتم طيبين سبكم تصالوا الفجر والحمد لله رب العالمين السلام عليكم